طيب حالك بتقولي فيه أغذية بتساعدهم أغذية بتحسن حالتهم مش بتحسن حالتهم قد ما هي هما بيحبوها أكتر يعني احنا من خلال معاشرتنا معاهم كما لا بيخليه موده أحسن ده الهدف يعني بالزبط احنا من خلال معاشرتنا معاهم طبعا هي مش دراسة مثبتة أو حاجة بس قدرنا نلاحظ ان هما بيحبوا أكتر الحاجات اللي بتبقى فيها حواس مثلا فيها أرمشة فيها مضغ جامد فيه طعم قوي حادق كده فكل الحاجات الكراكرز والشيبسي والحاجات دي هما بيحبوها جدا طبعا بس احنا قلنا زمان انها مش مغزية ده نعمل ايه بالزبط كده فعشان كده احنا عملنا لهم كل اللي هما بيحبوه بس يبقى في نفسه لقت مغزي اه يعني حضروا بالطريقة اللي بيحبوها لكن هو أصلا أكل مغزي هو في الحقيقة زي الطبق اللي قدامنا ده بالزبط هنجي لنا على الشاشة الطبق دوت ومكوناته وهو شكله لطيف الحقيقة ويفتح الشهية دي عبارة عن سمناها شيبسي بالخضروات شيبسي الخضروات عبارة عن بنجر وكوسة وبطاطس وبطاطا ونرش على شوية ملح وفلفل وبابريكا وزعتر وشوية زيت وقليل من الشط عشان يبقى ايه حريف شوية طيب دكتور خلينا قول بس طريقة التحضير بتاعته لان فيها تريك كده شكرا والله هيبقى طعمه حلو يعني احنا لازم نقطعه ترنشاته فايع قوي اي فاكهة او اي خضار ممكن نعمله بالمواصفة زي بنجر كوسة وبطاطا طب نقرمشه ازاي انت بتطبخي ازاي احنا بنقطعه فايع قوي بنسيبه على كلينكس بحيث انه يمتصق كل المياه اللي في الخضار والفاكهة خرج المياه اللي جواه بالزبط ولما تأكد انه نشف خالص بنسخن الفرن على 200 درجة ايوه وبعد كده بنسيبه في الفرن من 25 الى 35 دقيقة بالزبط كده ونحط بقى كل التواب مضيعش كيمته الغذائية انه هو ينشف ان قطعة الخضار تنشف لا استيل بيبقى فيه الكيمة الغذائية وفي ناس الوقت بيبقى كريسبي وعمزة الشيبسي بالزبط فطعمه لازيز جيد طيب ايه الاغذيات التانية اللي بيفضلوها اللي بيحبوها يعني هما دايما بيهتموا اكتر بالحاجات اللي فيها التكسير اكتر من الطعم نفسه بيحبوش الحاجات اللي فيها زي بتنضغ او حاجات طرية او كده هما بيحبوا اكتر الحاجات اللي فيها اللي تاخد مجهود في المضغي مثلا بالزبط او حاجة تبقى بتقرمش او كده هما حساسين قوي للحاجات اللي بتستمولات السنسيشون بتاعهم تنبه الحواس بتاعتهم ترجمة نانسي قنقر